بالنسبه لطاقة الحبيب او طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي ممكن ايضا ابراج نارية لانه في عندي ايضا اوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل اكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها اول او يركز عليها اول او تدايسكتة يفتحها ويدرسها اكتر منما انه بسرعة ينتقل او بسرعة يفوت فيه علاقة ولكن هو عم يبحث الى بداية عاطفية جديدة وممكن ايضا هالكارت يرمز انه هو عواطفه تجاهك انت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم بتحكو مع بعض او ممكن هالشخص انت بس تحكي معه يكون الفرند تبعه هاي او الشخصية تبعته هاي او يكون تحسه من بره شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في اي مشاعر بتظهر بس من جوه من جوه مشاعره كتير فياضة عم يغرأ فيهم ولكن هو بيحب الامور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم افور وانس فانتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا عن استبيليتي بالعلاقة ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكتر من هالشخص لانه عندك اوراق وحيا هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية تكون اصدقاء بالاول او اشي مثل هيك مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لمشاعرك اكتر من هالشخص يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لهالشخص وبتحكي له بتعبر اكتر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتين سكس اف كابس الستة بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكارت بيحكي عن توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة على سنز او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن السكس اف كابس بتحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الرحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحسية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفة تطغي عليك اكتر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك اكتر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت بتسمع العواطفك من جوه او بتتبع عواطفك من جوه مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتو حاليا مش عم تحكو مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صادت بعينك انتو هالشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسه كأنه في فرصة ضاعت من بين ايده لانه فيه بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني طاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره او ممكن عم تتركه اشياء قديمة ايضا مش لان اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها للك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنيم بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي بتحكي عن براءة داخلية بها الشخص وهو من جوه شخص يعني شخص شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة هالخسارة ليش عميحس انه في فرصة ضاعت من بين ايدو او عميحس بخسارة عاطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هذا وراءة تحت بس بدي نجيبه وراءة تطير يا برج الحوت فبدي لخبط الدك مرة ثانية فبدي لخبط الدك مرة ثانية طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار أو ممكن يكون في عنده شخصين أو قرارين بده ياخد منهم بده يختار منهم ممكن يكون أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لأنه الكرتو يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من أمره عاطفيا لأنه فيه مبين أنه عنده عرض حب من شخص آخر فيه شخص آخر هون بحياة هالشخص مبين أنه فيه عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب لأنه seven of swords هو لص التاروت أو السارق في التاروت ففيه إشي عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالث في العلاقة أو ممكن إجاع عرض حب من طرف آخر وعرض الحب هيدا مش صادق أنا إنه seven of swords شخص تريكستر أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى إنه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق أو في العقل الباطني شخصية أخرى فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية لأنه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص مش عارف لمين يعطي هالكعسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الأصدقاء حوالي أيضا بدنا نشوف لأنه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبدنا نشوف شو هي يعني شو رح تتركه بالضبط أوراق كتير حلوة لأنه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين شخص عم يتعامل مع شخصين في عنده فكرتين بده يختار منهم ورقة أسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا برج سترطان أو ممكن هاي أسرار بينكم ومخباية ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بأنه ممكن أنت إذا عم تحس أنه هالشخص في عنده أو هو العكس ممكن يكون إذا هو عم يحس أنه في حدا بحياتك وأنت عم تحس أنه في حدا آخر بحياته ممكن أنت توصل إلى منطقة أو إلى نقطة أنك تأخذ موقف صارم بأنه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الآخر أنا بتوقع الشخص هادي اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده أطراف أخرى لأنه الأوراق متشابهة فهمت عليه فأنت عم تحس أنه في أسرار بالعلاقة عم تحس أنه في مشاعر مخباية وإنت بدك توصل إلى توضيح أو بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل أنت رح تجبر هالشخص أو رح يصير في بينكم تواصل بحيث أنك تحكي للشخص أنه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي أنت بتحطه أو رح تترك العلاقة أو رح تترك التواصل عم شوف لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح عاطفيا ما بدك أسرار هون ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضا يعني أنت مشوفك مصمم عم شوفك منتخذ قرار وعم تمشي وراء ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين أو يكون في حيرة من أمره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد مثل ما أنت بتعطي بدك يا أبدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك أيضا ولكن فيه رح يكون أيضا ممكن يرمز إلى أنه رح يكون فيه رحيل عن الأسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار بأنه يترك الشخص الآخر أو يترك الثالث أو الطرف الثالث مثل ما بنحكي لأنه مبين أنه علاقته معك أو مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن فيه طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن أيضا الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريفك عم يستغل ببراءة وطيبة هالشخص وكونه أنه بيحب أنه يكون غادل ومنصف لأنه الطرف الثالث عم يشوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بيتلاعب بالحكيم فهو بطاقتكم المشتركة هم يشوف أنه هالشخص رح يصر إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين أو على غلاقة فاشلة بينكم بين الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر لأنه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الأسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الأسرار رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع لأنه مبين أنه أنتو التنين تقوم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن وجه راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل فبيحتاج وقت ممكن أنت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه أنه في حدا بدائرة أصدقاؤه بأطرافه أنت ما بتحبه أو بتشوف أنه طاقته لأنه برج الحوت شخص كتير انت شخص كتير بتحس بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية الأبراج المائية بتحس أكثر ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اثنين ثلاثة خمت عليه فممكن أنت أيضا تشوف أنه تعرف أنه الشخص مش مش منيح بالنسبة له ممكن يكون عم يتلاهر بأنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة وإنت بتشوف هالإشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم أحاول أخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية حبايبي فيعني بالمستقبل عم شوف أنه هو رح يوصل هالشخص إلى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث حبايبي برج الحوت إذا عم تستنى إلى رسالة أو حكي من هالشخص أو تواصل بينكم عم شوف أنه هو فقط بها الفترة بيحتاج إلى فترة وقت مستقطع يوزن الأمور أو يحل أموره حبايبي برج الحوت فتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيت القراءة إذا حبيت الويديو لا تنسى تحط لي لايك كومنت شار وسبسكايب إن شاء الله رح شوفكم في ويديو